تسريبات البلاي ستيشن 5 برو اكتسحت عالم الألعاب الأسبوع الماضي ما بين تأكيد للإشاعات السابقة وموعد الكشف والإصدار المتوقعين واللي أقرب بكثير مما تعتقد مع تسريب كامل لمواصفات الجهاز وقدراته العالي على تشغيل أو عدم تشغيل الألعاب عدم تشغيل الألعاب؟ نعم لأنه من ضمن البيانات المسربة في كلام بيقول أنه بالرغم من قوة الجهاز الهائلة وتقنياته الرهيبة اللي رح تكلم عنها بعد شوي إلا أنه ليس قادر على تشغيل أكثر لعبة منتظرة في العالم معقول؟ أنا هون قلت لحظة 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 يا حبيبي الموضوع بيحتاج فيديو كامل نتكلم فيه عن كل هالأمور لأنه البي اس فايف برو جاي وجاي بمعاه تقنيات مثيرة للاهتمام حتى يكون هو أول جهاز مطور في هذا الجيل وبالتأكيد كل الأنظار تنصب عليه وبتمنى أنه يكون أول جهاز كونسل بيقدر أخيرا يستغل خصائص شاشته الجديدة ها؟ ما بتعرفوا شاشته الجديد؟ لا 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 اسمها عزيز المتابع وانبهر شاشة بينكيو EX3210U مواصفاتها مرعبة ابتجينا بهالحجم العملاق 32 بوصة لحتى تستمتع بدقتها العالية 4K مع البانل IPS مما يضمن لك ليس فقط جودة عالية بل أيضاً ألوان جميلة جداً ابتدعم الـ HDR600 اللي بيساهم بتحسين الألوان أكثر وأكثر وحطين هون زر الـ HDRi بحيث تبدل بسرعة بين أنماط الـ HDR مع الـ 144 هردز وزمن استجابة 1 ميلي سيكند اللي بيساهمه بسلاسة لعب أكبر لاحظة لاحظة يا بريفيوز 4K و 144 يعني أكيد فيها منفة HDMI 2.1 للكونسول صح؟ إنها عام عزيز المتابع فيها 2 مش واحد يعني أحلى مونتر ممكن تخيلها للـ PlayStation 5 والـ Xbox Series وجاهزة ومستعدة للـ Pro فيها سبيكرات مدمجة أيضاً جودة صوتها رائعة وهو مترش لون بس فيها مايك كمان وفيها تقنية صائعة اسمها الـ Color Shuttle بتسمح لك تخصص بروفايل معين للألوان خاص بكل لعبة بحيث تخصص التجربة البصرية بالشكل اللي بناسبك واللي جد حبيته بها الشاشة إنها بتقدم تجربة رائعة بأي استخدام بالدكيان يعني بدكيها للـ PC بتعطيك أداء أسطوري بدكيها للـ Console بتستغل كل خصائص الـ Console بدكيها للمشاهدة بتعطيك تجربة رهيبة فيها أيضاً شاشة متكاملة بوجهة نظري مع تصميم أنيق وجميل جداً باللون الأبيض مع إضاءة هيك خفيفة بالخلف فينك تغير لونها وبساطة مبهرة بتغري العين واللي بيغريني أكثر هي إشاعات الـ PS5 Pro اللي ما بتنتهي نعم لأنه بحسب عدة مصادر موثوقة البلاي ستيشن 5 Pro قادم في هذا العام نعم عزيز المتابع 2024 هو موعدنا مع البلاي ستيشن 5 Pro وتحديداً في شهر نوفمبر لا مافيش مصدر ولا حاقة دي قد عنا مني بس جهازنا رح يجي بمواصفات متطورة عن الجهاز السابق المعالج الرسومي مثلاً رح يكون بمعمارية RDNA 3 مع 60 وحدة معالجة مقارنة بالـ PS5 العادة اللي بيحتوي معمارية أقدم ووحدات معالجة أقل 33 تيراف لوب بسرعة 2.18 جيجا هيرتز وهون لو تلاحظوا في تطور ملحوظ عن السابق لأنه التطورات كلها تقريباً بتشمل المعالج الرسومي أو اللي هو كرت الشاشة يعني وبقية التطورات كلها طفيفة مثلاً 16 جيجا بايت للرام نفس السابق مع زيادة السرعة شوي وزيادة المساحة المتوفرة من الرام للألعاب بمقدار 1.2 جيجا المعالج نفسه البروسيسر يعني نفسه تماماً تبع 5 نفس الأنوية نفس التردد نفس المعمارية نفس كل شيء حرفياً شالوه من هون حطوه هون وهذا الشيء أثار استياء الكثير من اللاعبين من مبدأ أنه شلوم بتروح بتعمل هالتطور الخرافة بالمعالج الرسومي ثم بتحطه على نفس المعالج المركزي اللي من 2020 مش منطقة صاح؟ هلأهوي نعم صاح وأنا متفهم استياء الناس من هالقرار لكن في شغلة مهمة جداً لازم تعرفوها تغيير المعالج معناه تغيير الجيل معالج جديد يساوي جيل جديد نعم عزيز المتابع يعني أجيال الكونسل عموماً لا تعرف بكرت الشاشة ولا بالـ SSD وهالعلاق الفاضي لا 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 تعريفها الحقيقة يكمن بالمعالج المركزي فلو سوني جابت معالج جديد بمعماريات لـ 2024 فهيكي ما صار PS5 Pro يا برو هيكي صار PlayStation 6 جهاز جديد كلياً بجيل جديد كلياً فلذلك من غير المنطقة أنه المعالج يتغير بجهاز يعتبر أبغريد عن السابق وليس جيل جديد وخلوني هون أعطيكم أمثلة سريعة معالج البلايستيشن 4 وبرو وهو نفسه معالج البلايستيشن 4 العادي معالج الإكس بوكس 1X لو تذكروا أقوى جهاز كونسول على وقته هو نفسه تماماً معالج الإكس بوكس 1 الجربان اللي ينزل بالـ 2013 بل حتى أكثر جهاز يتم انتقاده في هذا الجيل الإكس بوكس سيريز S اللي مخرب على كل المطورين معالجه نفس تماماً معالج الفايف بما معناه أنه نفس أيضاً معالج الفايف برو هم تخيلين؟ نعم توحيد المعالجات مهم لأنه لو تغير المعالج فمعناها نحن هون دخلنا بالجيل الجديد تماماً وما عط صار اسمه جهاز مطور ولا أبغريد طيب يا بروفيوز داخل لحظة شوي لو ما تطور المعالج هالشي معناه أنه الجهاز فاشل صح؟ يعني مقلب جديد لأنه حتى الألعاب نفسه ما رح تطور كثير على الأجهزة الجديدة صح ولا لا؟ شوف كلامك صحيح بس خليني أشرح لك شي جداً مهم التطور بال PS5 برو أساساً هو مقتصر ومركز بشكل رئيسي على الجرافيكس والفريمات وليس على إعطاء المطور مساحة أكبر لابتكار أفكار جديدة بألعابه يعني مثلاً دراجونز دوغماتو حالياً شو تشتغل؟ 30 فريم على الفايف المفروض أنه البرو لما بيجي رح يشغلها بالستين فريم بالراحة بالإضافة إلى تحسين طفيف بالغرافيكس أما أنه أفكار الألعاب تتغير وتتطور كثير على البرو طبعاً لا لأنه نحن لازلنا بنفس الجيل الحالي عزيز المتابع نحن لسه ما دخلنا على الجيل الجديد واللي رح تكون معاه تقنيات بالألعاب جديدة لا تعطوا البي اس فايف برو أكبر من حجمه يا جماعة هو حرفياً مثل القفزة اللي صارت مع الفور برو من قبله وربما حتى أقل يعني تذكروا كيف أيام الفور كانت غالوف وور تشتغل بـ 30 فريم على الجهاز العادي لكن على البرو كان المظهر البصري فيها أحسن بشوي مع فريمات أحسن أيضاً أيوة هيك رح يكون الفايف برو وبكل بساطة لكن بنفس الوقت ما فيني أخفي لك أنه البرو محبط لأنه مع كل هالمواصفات الجبارة غالباً ما رح تحس بهذاك الفرق الملحوظ خصوصاً أنه الأجهزة العادية أساساً قوية جداً يعني الفايف العادي ترى وحش يا جماعة فالفرق بين الجهازين رح يكون مش كتير واضح هذا غير اتفاق معظم المحللين التقنيين إلى أنه ضعف المعالج سيؤدي حتى إلى عدم تشغيل بعض الألعاب بالفريمات والأداء المناسب نعم فبحسب خبراء التقنية ديجيتال فاوندري حللوا المواصفات المسربة للجهاز وقالوا شوف صح أن المواصفات الجديدة قوية بس طالما المعالج نفسه بدون تغيير فغالباً هالشي قد يعني استمرارنا برؤية 30 فريم على بعض الألعاب الثقيلة على الجهاز مثل جي تي اي سيكس فمثلاً جي تي اي سيكس رح تشتغل بتلاتين فريم متقلبة على الفايف العادي لكنها رح تشتغل بتلاتين فريم ثابتة على البرو وهذا مثال على الفكرة لا تفكروا شي رسمي وتروحوا تتداولوا على أنه خبر حقيقي مثال فقط يعني بس لحتى لا تستبعد فكرة أنه أكثر لعبة منتظرة بالعالم على الكونسول حالياً قد لا تعمل فعلاً بالستين إطار على أجهزة الكونسول يوم الإصدار وما فينا نستطرد كتير بالموضوع هذا لأنه ترى فعلياً نحن ما بنعرف الجهاز شو رح يكون فيه تقنيات وهون بتجينا أكثر شغلة مثيرة للاهتمام بالمواصفات كلها تبعة الجهاز وقد تكون هي السبب اللي خلاني أعمل هالفيديو أساساً لأنه فيها نظرة على مستقبل أجهزة الكونسول كلها مش بس البلاي ستيشن شفت لما انفيديا بتعلن عن كرت شاشة جديد؟ شو أكثر شي بيحكوا عنه؟ الـ DLSS والـ DLAA والـ Reflex ومدرشو هالتقنيات تبعت انفيديا صح؟ بدل ما يحكوا عن قوة العتاد نفسه كهاردوير بيقضوا معظم الوقت عم يحكوا عن قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي مدعومة بها الكرت أيوة طيب شو علاقة انفيديا بالـ PlayStation Überviews؟ العلاقة بكل بساطة أنه الآن مع البلاي ستيشن 5 Pro سوني راح تقدم ميزة ذكاء اصطناعي جديدة كلياً اسمها الـ PSSR شبيهة جداً بتقنية الـ DLSS من انفيديا هاي التقنية تهدف إلى تحسين مستوى الألعاب من ناحية الفريمات مع المحافظة على مظهرها البصري الممتاز ولو كانت هالميزة حقيقية فكل اللي في نقوله انها Game Changer يعني شي راح يغير المعايير بالكامل اسأل أي شخص عنده PC وقل له كيف تجربة اللعب مع وبدون الـ DLSS؟ غالباً بتلاقيه أصلاً ما بيلعب بدون هالتقنية لأنها حرفياً بتحسها glitch فريمات مجانية بتعملك upscale للألعاب يعني بتشتغل بجودة عالية وبنفس الوقت بتعطيك فريمات خيالية جداً فلو اتطبقت بشكل جيد على البلاي ستيشن برو فرح يكون عنا جهاز وحش حرفياً قادر على رفع الجودة من 1080p إلى 4K كupscale يعني ورفع الإطارات من 60 إلى 120 مثلاً أو 30 إلى 60 وهكذا شي جداً مجنون يا جماعة هاي التقنية قد تكون أهم شي بالPS5 برو لكن شو مشكلتها التقنية الفعلية؟ مشكلتها إنها لازم وضرورة تكون مدعومة من قبل الشركة نفسها ولازم ينزل تحديث رسمي للألعاب القديمة لحتى يدعمها ولو ما نزلوا التحديث فما رح يكون في تحسين تلقائي مثلاً أو ما شابه وبصراحة بمعرفتي بيدعم الخصائص الرهيبة تبع الكونسول أخشى إنها ما رح تندعم بالشكل الكافي وما تصير مثل يد البلاي ستيشن 5 اللي عبارة عن فرصة مهدرة مليانة تقنيات بس محد من المطورين بيهتم فيها منستنى ومنشوف لأنه بصراحة لو صحت خبرية الPSSR هاي فبدون مبالغة أنا مستعد أشتري الجهاز بكبره عشانها وبما أننا قاعدين عم نستنى فتعرفوا شو تاريخ اليوم؟ تاريخ اليوم 31 مارس لا يا رجل طيب شو يعني 31 مارس يعني هذا اليوم هو آخر يوم بمسيرة جيم رايان مع بلاي ستيشن نعم عزيز المتابع من بكرة رح تبدأ حقبة جديدة بتاريخ البلاي ستيشن بدون رئيسها جيم رايان حكيت عن رايان سابقا بفيديو حللت فيه الوضع وحللت فيه كيف أنه هو على الرغم من عنده سلبيات كثير لكن أيضا كان مفيد لحقبة البلاي ستيشن اللي كان هو قائدها شوفوا الفيديو اللي حابين؟ فيديو كتير حلو الآن قبل ما تمشوا باقي شغلة وحدة لازم نتكلم عنها متى سيتم الكشف عن البلاي ستيشن برو؟ ومتى سيصدر؟ بعيدا عن القدعنة اللي بداية الفيديو أعتقد أنه الكشف عن الجهاز رح يكون بالمؤتمر الجاي لسوني مش حلقة ستيت أوف بلاي لا لا مؤتمر اللي لو صحت الإشاعات فهو قادم في شهر مايو يعني شهر خمسة بعد شهرين أو أقل من تاريخ هذا الفيديو يقال أنه بهذا المؤتمر رح يكشفوا عن عدة ألعاب واشياء مثيرة للاهتمام وقد يكون من ضمنها البرو أما الإصدار فهو مش مشكلة أبدا بصراحة لأنه رح يكون إما بنوفمبر أو ديسمبر المشكلة الحقيقية يا جماعة هو أنه ما في ألعاب يعني أنت بدك تنزل جهازك بنهاية السنة شو الألعاب اللي عندك؟ صاح؟ فينم؟ مه بصراحة أكيد هي لعبة مهمة لكن لا ترتقي أبدا أن تكون لعبة إطلاق حتى ألعاب طرف ثالث يعني شو في ألعاب مهمة رح تنزل خلال هالسنة؟ تقريبا ما في ولا وحدة إلا لو فيش شركة هيك مخبيتلنا لعبة ديسمبر رح يعلنوا عنا لاحقا وتنزل في هذا العام أيضا أو سوني نفسها مخبيتلها شي غوست أوف تسوشي ما تو أو ما شابه لحتى تفجر الدنيا فيها اللي حتى هي رح تشتغل بشكل مثالي على البلاي ستيشن العادة يعني ما بتحتاجوا برو عشان تلعبها الشي اللي بده وصل لك يا من هذا الفيديو إنه احتياجنا للبرو جدا قليل وما بشوف إنه الجهاز فعلا بيستحق الترقية لو مثلا أنت مشتري جهازك الأصلي قبل كم شهر أو قبل كم أسبوع أو حتى لو ناوي تشتري الجهاز مثلا على العيد أو ما شابه ما بشوف إنه في ندم بهالقرار وما بعرف يا جماعة هل أنا الوحيد اللي عم حس هيك ولا تشعر إنه هالجيل ككل ما بدأ لحد الآن ما بعرف شون دي اشرح لكم إياها أو شون دي وصل لكم مشاعري بس أنا عندي إحساس إنه نحنا لازلنا بجيل البلاي ستيشن 4 حتى بالرغم من دخولنا بالجيل الحالي من أربع سنين لازل عندي هذا الشعور إنه البلاي ستيشن 5 جيل جديد يعني هو ليس الجيل الحالي اللي نحنا فيه لساته جيل جديد ما بعرف هل هذا بسبب تسارع الزمن اللي نحنا فيه حالياً وما لحنا نحس بإصدار الجهاز إلا لإيناه مكمل أربع سنين ولا ممكن لأنه فعلا الجيل هذا تعيس وما قدر يحقق ولا حتى عشرين بالمية من الوعود كله وارد بصراحة لكن صدقاً أنا بتمنى أعرف منكم أنتو بالتعليقات هل أنتو كمان حاسين بهذا الشعور؟ وبشكل عام لو لسه محتارين بموضوع البلاي ستيشن 5 برو فانتظروا الإعلان الرسمي والإصدار الرسمي أكيد طبعاً على وقت راح يكون فيه مراجعات وانطباعات وفيه قناة معروفة على اليوتيوب بتنزل انطباعات ومراجعات بنصحكم تروحوا تشتركوا فيها الآن اسم القناة عبدالله ريفيوز وإنت عم تتابعها الآن عزيز المتابع فما في داعي تروح لبعيد لو لسه ما اشتركت اشترك يا أخي اشترك بالقناة يا أخي وخليني عيد وأنا مبسوط